اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكريم المحاضرين بالإضافة إلى توزيع الشهادات على المشاركين توجيهات من سعادة وزير الشؤون الإعلام بأن يكون شريك أيضا بهذه الدورة لحبين نشكر فيها سمو الشيخ خالد بن حمل الخليفة على اهتمامه ورعايته بدورة المعلقين الخاصة ببطولة سمو اليوم أعتقد أن المجموعة كانت جدا متميزة افتفاجأنا بحضورهم وبتميزهم وبالغاءهم وأيضا بحماسهم الجميلة اللي قاعدين نشوفها مع أنها هي دورة جديدة لأول مرة تطلق على مستوى أعتقد الخليج إلا أن هناك الحماس كان موجود المباررة كانت موجودة والله صراعا اتفاجأت بالخامات والمواهب اللي عندنا إياها فعلا أطلق العنان حق المشاركين وكل أبدع من جهته ومن موهبته ومن اختصاصه شفتنا ما شاء الله يعني العديد من العناصر وفيه أنصر نسائي برس في الساحة منتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق كل تقاتلها الرغبة واشعرنا بأن عندها حافز قوي للنجاح وهذا أهم شرط في البداية ثم بعد ذلك كل الممارسين أو كل المشاركين في الدورة يحتاجون إلى سقل هذه الموهبة وتأكيدها حتى تظهر النتائج الإيجابية إن شاء الله تشهد بطولة هذا العام للفورميلا واحد تغييرات عديدة في مجالات مختلفة الذي يعتبر هذا الموسم هو الأطول في تاريخ هذه البطولة العريقة تفاصل أكثر في سياق التغرير التالي موسم سباقات الفورميلا واحد يتكون من 21 سباقا يتنافس خلال هذه البطولة العريقة التي انطلقت منذ عام 1950 يتنافس 11 فريقا على المراكز المتقدمة في كل بطولة ويتكون كل فريق من سائقين لنحصد ما مجموعه 22 سائقا في كل سباق للجائزة الكبرى وتشهد منافسات هذا العام مشاركة ريو هاريانتو مع فريق مانور ليكون أول سائق اندنوسي في بطولة الفورميلا واحد وهو السائق الآسيوي الوحيد ضمن تشكيلة السائقين الأساسيين وبالنسبة للتصميم العام للسيارة فإنه سيكون في كل سيارة إنبو بين اثنين للعادم بدلا من واحد تم كان في العام الماضي وهذا الأمر سيجعل السيارات أعلى صوتا لتفادي الشكوى من انخفاض صوت المحركات منذ استخدام وحدات الطاقة الهجينة منذ عامين هذا وتمت إضافة نوع إطارات جديد هو فائق الليونة ليصل العدد إلى خمسة أنواع من الإطارات يمكن للمتسابق استخدامها خلال هذا الموسم